عزم إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن على تنسيق خطوات سياسته الخارجية مع الاتحاد الأوروبي منح صانعي السياسة الخارجية في بروكسل دعما يشجعهم على مواجهة موسكو بموقف ديبلوماسي صارم الاتحاد الأوروبي الذي لم ينجح في كسري شوكة التدخلات الروسية في أوكرانيا وجد في محاكمة المعارض الروسي أليكسي نافالني الذي سبق وأن تعرض للتسميم مناسبة لتهديد روسيا بفرض عقوبات اقتصادية جديدة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف رد على هذا التهديد بتهديد أشد قائلا إن موسكو مستعد لقطع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي في حال فرضه عقوبات تشكل خطرا على قطاعات حساسة من اقتصاد البلاد المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف وليس المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخاروفا صوب الانتباع عن هذا التهديد بالقول أنه يجب على روسيا أن تكون جاهزة لمواجهة أي تحركات غير ودية من جانب الاتحاد الأوروبي لكنها تبقى حريصة على تطوير العلاقات مع التكتل الرد على التهديد بالتهديد يعكس نوعا من مشاعر الحصار في موسكو التي لا تريد أن تمارس الدول الأوروبية ضغوطا عليها في مجالات حقوق الإنسان موسكو تعتبر أن ملاحقة أو محاكمة أو حتى تسميم المعارضين شأن من شؤونها الداخلية بينما الأوروبيون يعتبرون أنه ما لم يتم كبح روسيا مبكرا فإنها ستعود لتشكل تهديدا استراتيجيا عليهم ودليلهم على ذلك لا يقتصر على أوكرانيا فهناك دول أوروبية أخرى يمكن أن تقع تحت النفوذ الروسي الرئيس فلاديمير بوتن لديه أكثر من مشكلة مع الولايات المتحدة ومن بينها أن العقوبات الأمريكية تحد من قدرته على المناورة والتصويب الذي قدمه بيسكوف لتصريحات لافروف يكاد يقول إن روسيا لا تريد أن ترى في الاتحاد الأوروبي خصما إضافيا فذلك يزيد من عزلتها ترجمة نانسي قنقر 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 شكرا